موسيقى إلى الأزمة الروسية الأوكرانية حيث اتهم الرئيس الروسي بلاديمير بوتين الغرب بتدمير أساسيات الاقتصاد العالمي ومحاولة فرض سياساته وخياراته لعزل روسيا وإدرار العالم وأوضح بوتين خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي أن كل صدرات الحبوب التي خرجت من أوكرانيا ذهبت إلى أوروبا بدلا من الدول الفقيرة إننا بعض القيود ترفع عنا وبخاصة عن تلك المواني التي دخلناها أما الآن فالوضع يتغير نحو الأفضل ولكن تبقى بعض القيود التي تعيقنا في تنفيذ نشاطنا وبخاصة في مسألة تلبية جميع الاحتياجات بالأسواق العالمية وكل هذا يدفع الأسعار ترتفع تدريجيا على هذه الخلفية وبطبيعة الحال نحن نأمل في رفع بشكل كامل رفع هذه القيود بشكل كامل هذا أولا النقطة الثانية تتمثل في أنه أثناء لقاءتنا مع زعماء القادة الأفارقة سوف نقوم بكل ما في وسعنا لتصدير القمح من جديد نقدد التحية أكدت وزارة الدفاع الروسية إصابة محاول كهربائي بقذيفة أوكرانية في مدينة إينيروغ ودار كما أعلنت سيطرة القوات الروسية بشكل كامل على مدينة كوديمة وأكدت الوزارة انقطاع القهرباء عن المدينة قال المستشار الرئاسي الأوكراني إن الشكاوى الروسية بشأن الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من الموانئ على البحر الأسود الصادمة لأن الاتفاق لا يمنح أي دور لموسكو في تحديد الوجه التي يتم تصدير الحبوب لها وأضف مستشار الرئيس الأوكراني أنه لا يمكن لروسيا أن تملي على أوكرانيا أين يتعين أن ترسل حبوبها كما لا تملي أوكرانيا الأمر نفسه على روسيا طالبت روسيا توضحات من الوكالة الدولية للطاقة الضرية بشأن تقريرها حول الوضع في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا وقال وزير الخارجية روسية سيرجيل لابروف أن روسيا قدمت كافة البيانات حول مصدر إطلاق النيران للوكالة وتساءلت عن سبب عدم إعلانها أن أوكرانيا هي مصدر الهجمات على محطة الطاقة النووية في تقريرها ثالث اقتماع لمجلس الأمن الدولي حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية خلال أقل من شهر مع تصاعد المخوف من وقوع حادث نووي خطير جراء القصف حول المحطة النووية التي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا اجتماع المجلس جاء عقب تقرير عرضه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي طلب فيه بإقامة منطقة أمنية لتجنب أي حادث نووي في محطة زابوريجيا محذرا من أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر وأن اتخاذ إجراءات مؤقتة أمر ملح لتجنب وقوع كارثة وفي الوقت الذي تتبادل فيه كييف وموسكو لاتهامات بشأن عمليات القصف المتواصلة حول المحطة أعرب السفير الروسي لدى الأم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن عن أسفه لإحيام تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول زابوريجيا عن اتهام أوكرانيا التي تعتبرها موسكو مسؤولة عن قصف المحطة النووية معتبرا أن التقرير الذي عرضه المدير العام للوكالة تأكيد على أن التهديد الوحيد لهذا الموقع يأتي من عمليات القصف والتخريب التي ترتكبها القوات الأوكرانية أما كييف التي تتهم موسكو دوما باستهداف المحطة فقد رحبت على لسان الرئيس الأوكراني بالتقرير وقال في رسالته اليومية إن التقرير يشير إلى وجود معدات عسكرية روسية في مجمع محطة الطاقة النووية ويشير بوضوح إلى السيطرة العسكرية الروسية على المحطة وفي كلمة أمام مجلس الأمن شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش على أن أي ضرر سواء كان متعمدا أم لا يلحق بزابوريجيا يمكن أن يؤدي إلى كارثة ليس فقط للجوار المباشر بل للمنطقة وخارجها داعيا إلى ضرورة اتخاذ جميع الخطوات لتجنب مثل هذا السيناريو قالت شركة أنيرجو أتوم للطاقة الأوكرانية إن كييف تؤيد إرسال جنود لحفظ السلام تابعين الأمم المتحدة إلى محطة الطاقة النووية التابعة لها في زابوريجيا وأوضحت الشركة أن نشر قوة حفظ السلام وإخراج الجنود الروس سيمكن أن يكون أحد السبل لإنشاء منطقة آمنة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية ذلك غدت دعوة أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء منطقة آمنة حول الموقع أكدت رئيسة المفاوضية الأوروبية فون درلاين أنه تم إيجاد مصادر أخرى بديلة للغاز الروسي من دول مثل أنيرويغ وجزائر والولايات المتحدة وأضفت رئيسة المفاوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي مستعد بنسبة 82% لتخزين مشترك للدول الأعضاء مشيرة لأن هذا يعد نجاحا بالنسبة لأوروبا وقد ذكرت رئيسة المفاوضية الأوروبية أن الاتحاد يمكنه تعويض وردات الغاز الروسي من مصادر أخرى نرى أن احتكار روسيا لسوق الغاز أثر على السوق الكهرباء وهناك عوامل أخرى مؤثرة في هذا الصيف نرى أثار التغير المناخي والجفاف وإنخفاض الطاقة المياه بنحو 46% ولدينا حقيقة أننا لدينا طاقة نووية أقل الآن موجودة في الاتحاد الأوروبي ولهذا السبب نحن نواجه أسعار الطاقة والتذبذب الكبير في الأسواق لذلك نضع أمامنا مجموعة من الإجراءات المباشرة أولها التوفير الذكي للطاقة الكهربائية ترجمة نانسي قنقر